مرحبا أصدقائي معكم محمد سبلبل أنتم على قناة الشفاء النفس إذن هذا هو الجزء الثاني من الأفلام التي أنصحوا بمشاهدتها إن شاء الله ما يكون خيابة أمالكم بالجزء الأول لأنه ما قلت شو هي الأفلام في هذا الجزء الثاني سأخبركم شو هي الأفلام وإن شاء الله كمان ما خيب لكم أمالكم إذن في الجزء الأول قلت أن الأفلام مثل الموسيقى الرسمي والأدب إما تساهم في شفاء النفس من خلال تخفيف التعلق بالدنيا أو تساهم في تدمير النفس من خلال تعزيز تعلقها بالدنيا رأيت أن من أكثر الأفلام التي تساعد في تخفيف التعلق هي الأفلام الوثائقية عن الكون والفضاء التي تتحدث في علوم الفضاء الأسترونومي يعني مش الأسترولوجي الأسترونومي الأسترونوميا الكوسمولوجيا ميكانيكا الكام ميكانيكا الكام الأفلام التي تتحدث عن بنية الكون كواكيكبه نجومه باختصار عن الفضاء لأنه عندما ستشاهدون هذه الأفلام لن تفهموا فقط مدى ضآلتنا وتفاهتنا نحن البشر إنما ستشعرون بذلك ستشعرون بأننا مجرد غبار في الكون فتشعرون بمدى تفاهة وسخافة رغباتكم إرادتكم مشيئتكم مدى تفاهة الإيغ البشرية خاصتكم لأنكم ستكفون عن الشعور بأنكم مركز الكون بأن على رغباتكم التافهة أن تتحقق مهما كلف الأمر على حساب صحتكم، صحة أولادكم وعلى حساب الآخرين ستكفون عن الشعور بأن على الكون أن يحقق رغباتكم التافهة التي تقدسونها وتضعونها فوق كل شيء وكل اعتبار رغباتنا التي نقدسها والتي بسببها نخاف، نقلق، ندين، نتشاجر، نزعل، نكره، نكذب، نخون، نصرق، نقتل، نشعل الفتن والحروب رغباتنا التي بسببها نبحث عن حجج تثبت تميزنا عن الآخرين وتفوقنا عليهم لنبرر الأساليب الجنونية التي نستعملها لتحقيقها عند مشاهدة الأفلام عن الكون والفضاء تشعرون بأنكم لا شيء بأنكم مجرد نثرة في الفضاء، في أفضل الأحوال مجرد ذرة في جسم تخيلوا كم كانت لتكون ذرة تافهة وسخيفة لو بدأت تملي على الجسم كله إرادتها وتفرض عليه رغباتها لو أن هذه الذرة قالت للجسم إما ستحقق رغباتي أو سأنتحر أو سأدمر الجسم كلها أو تخيلوا كم سخيف بالنسبة لنا البشر مشهد تتقاتل فيه حشرتان رغبة في إثبات أن إحداهما أحق أقوى أفضل من الأخرى رغبة من كل منهما إثبات أنها أحق في أن تعيش تتكاسر تكون أكثر نجاحا ثراءا تتحقق رغباتها مهما كلف الأمر وإلى آخره سنسخر من هاتين الحشرتين التافهتين لا إرادتهما ولا رغباتهما تعنيان شيئا لنا البشر وللكون إلا أننا لا نختلف عن الحشرتين على مقياس الكون حجمنا ومقامنا في الكون حجم ومقامه جزيء في المحيط وحياتنا لحظة من حياة الكون نحن مجرد غبار في الكون انظروا إلى أنفسكم من هذه الزاوية شعروا بذلك وسيخفوا بعدها إحساسكم بأنكم مركز الكون ستشعرون بتضائل الإيجو خاصتكم فيخفوا تعلقكم عن كيفية تخفيف التعلق أتحدث بالتفصيل في الكورس شفاء النفس السبيل للسعادة من تأليف الكورس مرفق بتأمل لتخفيف التعلق والألم النفسي وتطهير النفس شاهدوا الأفلام الوسائقية عن الطبيعة الحيوانات والكون فهي تساعد على التخفيف من أهمية الإيجو وتساهم في إثارة شعور الوحدة ولا تسمحوا لأولادكم مشاهدة أفلام الكرتون التي تعرض اليوم على الشاشات وخلوهم يحضروا أفلام كرتون السوفيتية التي أنتجت من الأربعينيات حتى أواخر السبعينيات من القرن الماضي أذكركم بتوفر كتب سيرجيني كالايفيتش لازرف بترجمة لدى دارق رأني للحصول على الكتب تواصلوا مع دارق رأني عبر موقعها www.darekrani.com حيث متوفر رقم واتس أب تدخلون إلى الرقم وتتواصلون معه أتمنى أن تكونوا قد استفدتم شكرا على المتابعة وإلى اللقاء